فصل الصيف على الأبواب الأمر الذي يجعلك مباشرة تفكر في تناول المثلجات والأكلات الباردة باستعمال كل ما هو بلاستيكي خاصة تلك المعالق البلاستيكية التي لا تفرق كثيرين باعتبارها سهلة الاستعمال في غالب الأوقات لكن هل يعلم هؤلاء أن هذه الملاعق البلاستيكية خاطيرة على صحة الإنسان لدرجة إمكانية الإصابة بالسرطان؟ هناك الكثير من الملاعق البلاستيكية التي تستعملها المقاهي محلات المثلجات الكثير من المهن التجارية يستعملوا ملاعق البلاستيكية لكن للأسف الشديد هذه الملاعق أولا من مجهولة المصدر لأن البلاستيك الناتج عن عمليات الرسكلا هو بلاستيك خطير على صحة المستهلك لأنه فيه مواد كيميائية أثناء استعماله يعني كملاعق ستلامس أغذيتنا سواء الباردة منها أو الساخنة فهذه المواد كيميائية أكيد ستنتقل إلى أغذيتنا ومنها إلى جسم الإنسان وتسبب الكثير من الأمراض وعلى المدى الطويل قد تسبب يعني عفانا وعفاكم الله السرطان جمعية حماية المستهلك تحذر من استعمال الملاعق البلاستيكية خاصة داكنة اللون وذلك لما تحمله هذه الملاعق من خطورة على صحة المستهلك مستقبلا يعني الملاعق داكنة اللون تذهب المنظمة إلى أن هذه الملاعق ناتجة عن عمليات الرسكلا للبلاستيك وهذا أمر غير مقبول خاصة الجميع يعلم أن البلاستيك الذي يجب استعماله لملامسة أغذيتنا يجب أن يكون بلاستيك غذائي ويجب أن يكون مطبوع بختم الكأس والشوكة وباعتبار أن أغلب الملاعق البلاستيكية تجمع من النفايات ويتم رسكلتها أمر دفع من منظمة حماية المستهلك من دق ناقوس الخطر وتحضير المستهلك بضرورة استعمال المعارق البلاستيكية الغذائية التي تحتوي على وسم خاص لكن المنظمة الجزائرية لحماية وأرشاد المستهلك ومحيطه دقت ناقوس الخطر لذلك نتمنى حتى من المستهلك أنه يمتنع يرفض استعمالها ويطالب بملاعق بلاستيكية غذائية وأغلب الملاعق البلاستيكية الغذائية هي ملاعق جفافة إذن وسط اختلاف وتنوع الملاعق البلاستيكية إلا أن اختيار النوعية المناسب من المستهلك قد تنقضه من الإصابة بأمراض خطيرة